أنا كنت سعيدة جداً إن أنا شفت أستاذا نسرين قريب من فترة يعني فكت أول مرة أشوفها كانت هي حلم فتاة أحلامك ونت صغير وهي نجمة برانج الأحلام شفت أه إنت هو كان فتاة أحلامك وإن نسرين فتاة أحلامك نعم كان فتاة أحلام كتير كان فتاة أحلام بنات كتير أستاذ محسن يعني لكن هاك كنت تفهم وهي نجمة كانت فتاة أحلامها ثم ما حصلش نصيب أو ما كانش ينفع وقتها لا البنات بتكبر بسرعة ما تبصش للعائل الصغيرة سويا أب وأنت حسيت أن أنت بتحبها وأنت أقلص صغيرة من وأنا صغير أه طبعاً يعني أنت كنت عارف وأنت ببصرها وبتحبها كنت ببصرها وبحبها وأنا صغيرة لأينا كانت وأعرف تفرق إن ده حب يعني عارف طبعاً مين قاله الطفل الصغير اللي عنده المعصين بيحب طب إيه أول حب ده على فكرة حاجة ربنا خلقنا بيها طب إيه أول حاجة أشعالة الحب ده أو عاملة الشرارة فيك مش فيها الأول لأن أنت بالنسبة لها كنت ما هي مش شايفات لا إحنا كنا في الأطفال وكنا صبيان وبنات وكده وكنا مثلاً عند قبلة فضيلة وحاجات الإزاعة كنا بيأخذونا عشان نعمل مثلاً نسجل أغاني مع أستاذ محمد ضيا رحمة الله علي اللي هو تزوجها بعد كده يعني كان بيلاحلنا ونبقى إحنا كرال وهي كان بتبقى سوليست بتاعتنا وإحنا كلنا المجميع اللي غراها كده يعني فكان بالنسبة لي يعني نجمة أولاً مرة فكرت رحت أقول لها حاجة لا إحنا كنا صحاب بنلعب مع بعض وكده لا تقول لعب مشاعرك لا لا وإحنا صغيرين ده ملحقتش يعني أتخطفت على طول حتى إما عملنا بيأعلي بنظر كنت يعني في الستاشر بقى ستاشر سنة وكده يعني نفس سنة يعني في يعني كنت إيه عملها تتفرج عليها كده في فوق في الكنترول وأقول لها وأقول في نفسي كده يعني مش كنت تستنيني تستنيني شوية يعني استنيني شوية كده حد قالك تتجوز بسرعة بس سبحان الله يعني والدنيا دارته والدك قالك محدش هينفعك غيرها لا لا ده أنا كنت بسافر في فرنسا سفرت في فرنسا أصلاً ليه؟ أاي زي نارف ليه؟ فرنسا؟ كنت بعمل وداعني يا بونابارت وكان لازم أتكلم فرنساوي فأنا ما كنتش عرف فرنساوي قوي فعايز يوسف شاين أن أنا يعني أكتسب الأكسون فجاب لي منحة دراسية كان أينيها جاك شراك هو وزير الثقافة تعريباً أو حاجة كده فجاب لي أن أنا ألتحق بالمدرسة هناك في فرنسا وأتعلم فرنساوي يعني عشان نعمل الفيلم بتاعه وداعني يا بونابارت وفضلت قاعد ثلاث سنين؟ لأستشتغل 16 يعني أعدت ستة شهر الأول ورجعت عملت الفيلم وبعد إن روحنا تاني ودخلنا مهارا جنات ويعني في الفترة دي قعدت فترة فيها يعني لما رجعت بقى والدك قالك شاوللك أنا نسرين جاءت فرنسا علشان في المطربين بيبقى لهم فلوس برا في الخارج اللي هو الأداء العلني فكانت بتاخد الأداء العلني بتاع بنتها يعني زوجها الله رحمه لبنتها كورسي يعني فكلمت مكتب يوسف شاهين لأنهم عندهم علاقات في فرنسا فقالوا لها روحي ده محسن هناك في فرنسا طبعا انت قلبك زاء اه طبعا وبعدين والدي يكلمني قال أنا عايز دواء معين فبعت قد قد قعدت يومين وخبت بعضها وسفرت فدت لها الدواء وقلت لها معلش التصري بالتليفون وأخوي حيجي ياخد منك الدواء لولدي فهي كانت زوج جدا يعني قد لها ازاي يعني هي راحت وقدمت الدواء لولدي وعملوا علاقة معها حابوها وبعدين والدي توفى وانا هناك في فرنسا فانزلت فلاقيت والدتي اوما دخلت كده في العزة فقالت لي والدك بيوصيد انك تتجاوز نسري لا بتكلم مجد؟ او الله اكلم هم كانوا عارفين انت بتحبها؟ لا ولا عارفين ايش تتجاوز لا ده ربنا سبحانه وتعالى بقى اللي بيوبى بالقول طبعا انت ما صدقت طبعا وقالتها يا اماما ما تكلميش في الكلام دة احنا لسة في العزة اللي بتقاتلي وصيط والدك انك تتجاوز نسري وهي اللي راحت تتجاوز نسري وهانا لا كنت عايزة تستوري علي ابنك ايه تتجاوزي ستادي وهي اللي راحت تقدمت لها مين ماما؟ طبعا. هي وأخيها الكبيرة. آآ بس أنتو قبلتها يعني ابتدت وطلت العلاقة الحب اللي بينك وبانك. عملنا بعد كده مسلسلات مع بعضين عملنا. وحبتت نظر عن الشغل. أنا بتكلم في العلاقة بقى نفسها. أنت من أو ما رجعت تشوفها بقى. آآ طبعا لما جيت بقى خلاص رحت خطبتها وبتدت. ما فيش حاجة تغيارت؟ في إيه؟ في السنين؟ لا لا. من بعد ما شفتها تاني مورك؟ لا لا لا. سبحانه الله. ولا حسيسك ولا أي حسيسك. بس تصورات والدك عنك كانت صعبة. كان شايفك ولد فاسد. ليش فاسد ولا حاجة. حايز شائز. هو شايف لأن هي الحقيقة فضل من الله سبحانه وتعالى. النسرين حكيمة لها ليدي يعني بمعنى صحيح. وأمر. طبعا وأمر ولكن هي عقلة واحدة عقلة يعني سبحانه الله. طبعا فقالك بس هو ده اللي تقدر تحتوي ابني يعني. وهي فعلا فعلا قدرت تحتويك؟ طبعا طبعا. أكتر حاجة قدرت نسرين تغيارها في محسن؟ اللي غيرتها فيها. بصي. أو احتويتك في إيه أنت ما كنتش أخي بالك منه. حاولت حاجة من ضمن حاجة. يعني احنا حياتنا مرت بحاجات كتير. يعني احنا معتزننا. كان حتى كمان الفيلم بتاعي كان فلوسه وقفت في بره وتقفل عليها. لأني كان حصل حرب الخليد وأنا كنت موزعه في العراق. فإحنا مرنا بمراحل مادية مش مزبوطة. لكن هي كانت الزوجة قادرة تستحمل وقادرة تتعايش مع الأمر. وبالعكس إزاي تفعك يعني. تلم وتصح صح. طبعا حاجات يعني من الزوجات المصريات اللي هم تربين عليها. الزوجة مصرية أصيلة. أصيلة يعني. يعني لها حق والدتك ولا اعترض. طبعا. أنا كاتت مجووزة قبليك ومخلفة. يعني كويس. والدتك في نفسها يعني في القرار ده. تحترم جدا. عكس أغلب الستات. يعني أنا مدايقني دلوقتي إن أغلب البنات اللي موجودين دلوقتي. بقوا متفهين أو بصراحة. لا عايزين نتحملوا مسؤولية بيت. ولا عايزين كل حاجة جاهزة. لا يصلح. عشان كده إحنا بقى في عملية الطلاق دي كتير قوي. لأن ما بقاتش. في ناس عايزة تتجوز عشان تقيم مع بعضها. وتعمل أسرة وبيت وأولاد. وتخرج من موضوع الفسح والهنبقة. اللي هو الرفاهية اللي مستحدثة دي. أيوة بالضبط. أيوة أستاذة نسرين فكرت إنها بترجع تاني دلوقتي. يعني ما كانت الشكل والإطار اللي ترجع. على فكرة نسرين إنه هي بتمثل ما كانتش بتحبها قوي إنها تنزل من البيت. يعني هي تحب البيت وتي. يعني كانت بالنسبة لها إنها تقوم وتروح أردر وكده وتسيب البيت. وما كانت بتبقى بالنسبة لها شيء تقيل. ترجمة نانسي قنقر